أستاذ جامعي أمريكي اسمه مايكل سالة اتكلم عن سبب غريب خل أمريكا تغزو العراق مش بسبب البترول ولا عشان تحمي الديمقراطية ولا حتى عشان تسيطر على أسلحة الدمار الشامل واعتمد في نظريته هو وغيره من المؤمنين بالنظرية دي على كتب عالم الآثار الروسي زكريا ساتشان الخاصة بعلاقة الفضائيين ببلاد الرافدين وقال سالة إن العلاقة اللي حكمت الولايات المتحدة بالعراق كانت قيمة على أساس البوابة النجمية هل فعلا النظرية دي منطقية وأمريكا غزت العراق عشان البوابات النجمية اللي هي من وجهة نظرهم بوابات بعدية أرضية سماوية بتنقلك من العراق لخلف الجدار الجليدي أو القطب الجنوبي ومنه إلى جدار آخر ثم آخر ثم آخر إلى حدود 39 جدار تفصل بينهم ملايين القرات المأهولة بالخلق ومنها إلى حدود جبل قاف العظيم اللي هو العماد اللي يحمل أسقف السماوات السبع ومنها إلى السماوات والنجوم والأفلاك والكواكب ومداراتها خليكم معايا في 2003 وقبل ما أمريكا تخز العراق بحوالي كم شهر اكتشفت بعثة أثرية ألمانية في عمق الصحراء في العراق آثار لمدينة كاملة من الزمن الصحيق بترجع لآلاف السنين وتعتبر من أهم الاكتشافات في العصر الحديث البعثة دي استخدمت أحدث معدات المسح بقيادة عالم آثار اسمه يورك سبايندر الغريبة إن أوصاف المدينة دي هي نفس الأوصاف اللي بتتقال عن مدينة أوروك القديمة وجل جامش ملك بلاد ما بين النهرين القديمة كان حاكم عليها وهو يعتبر حاكم العراق من آلاف السنين وفي منطقة مش بعيدة عن الآثار دي مقبرة كبيرة أعلن فريق البحث وقتها إنها تقريبا مقبرة جل جامش لأن أوصاف المقبرة بتتماشى بشكل كبير مع أوصاف المقبرة المذكورة في ملحمة جل جامش واللي مكتوف فيها إنه وصل في نهاية رحلته للعلوم في كل العلوم وعرف كل شيء عن كل شيء ووصل للعلم التام والحكمة وعبر المتاهة وعرف حقيقة الأشياء لو القبر الأثري المكتشف ده هو نفسه قبر جل جامش هل ممكن يكون مدفون معاه مخطوطات أو نقوش لعلوم ومعرفة قديمة متقدمة؟ طبعا ده وارد جدا هنا إدارة بوشل ابن وقتها أدركت إن صدام حسين بدأ بالتنقيب في مشروع اسمه أوروك وبمساعدة ألمانيا وده خاص بترميم زقورة أور والأثار العراقية الأخرى وتقال إن صدام عرف مكان البوابة النجمية وأنه حصل على المعلومات الكافية بخصوص البوابات والمخلوقات الفضائية واسمها الأنانوكي حكلمكم عن مخلوقات الأنانوكي دي قدام شوية في الحلقة المهم تقال إن صدام حسين قرر يطلق المعلومات دي للعامة عشان كده أخدت أمريكا قرار عاجل بغزو العراق ومن غير أي سبب واضح أو حقيقي هي بتقول إنها بتحمي الديمقراطية وبتحاصر أسلحة الضمار الشامل في العراق لكن الغريبة بقى إن أول ما أمريكا غزت العراق وقفت كل الأعمال في الموقع الخاص بالاكتشاف ورحلت كل فريق البحث العالمي وكل الصحفيين اللي كانوا بيغطوا الاكتشاف ده وفيه تقارير صحفية قالت إن الجيش الأمريكي حاصر المكان اللي حصل فيه الاكتشاف وده بعد الغزو مباشرة ومنع التصوير والاقتراب وفيه شهود قالوا إن فيه عربيات كانت محملة سنديق مش معروف بتحتوي عليها وكانت بتغادر الموقع في حراسة مشددة هل فعلا صدام حسين حصل قبل الغزو بفترة على أثر قديم قادر على فتح بوابة نجمية وهل الجيش الأمريكي لقى المقبرة وفتحها وأخذ اللي جواها واحتفظ بالأسرار والعلوم دي لوحده طيب ليه موقع التنقيب تحاصر وفيها إيه السنديق اللي كانت بتطلع بحراسة مشددة خلينا نرجع لسنة 1849 مع مؤرخ وعالم الآثار الإنجليزي أوستن هنري لايرد اكتشف واحدة من أقدم المكتبات في التاريخ البشر هي مكتبة الملك الأشوري بني بال واحتوت المكتبة الأثرية دي على حوالي 15 ألف لوح طيني عليهم كتبات بلغة مش مفهومة اتبعتوا كلهم على المتحف البريطاني وبعد حوالي 20 سنة قدر عالم الآثار جورج سميس فكر مزهر واللي لقاه في الألواح دي كان اكتشاف مزهل بكل المقاييس وأعلن عنه في جمعية علوم الآثار في لندن سنة 1872 وكان حاضر رئيس الوزراء البريطاني مندوب عن الملك وقته وكانت أول النصوص اللي قدر سميس يفكر مزهر هي قصة طوفان ضخ لرجل يانجو منه هو وأسرته بصنع سفينة عملاق وده كان أول دليل أثري على قصة طوفان نوح عليه السلام وبعدها بدأت الترجمات لباقي الألواح الطينية وكان سميس هو المسؤول عن الـ 15 ألف لوح طيني وبعد ما أعلن إنه اكتشف أمرهم اتوفى في الظروف غامضة وهو عمره 36 سنة ومازال العلماء على مدى سنين بيحاولوا يفك رموز الألواح الطينية وترجموا واحدة من أروع القصص الملحمية في التاريخ وهي ملحمة جالجامش كل المعلومات والترجمات دي عرفت بها أمريكا والغريبة إن الجيش الأمريكي انسحب أثناء الغزو العراقي في 2003 من حوالين المتحف الوطن العراقي وده واحد من أهم المتاحف في العالم واحتوى على ملحمات بتتكلم عن بداية البشر بعد الطفون وكنوز من المخطوطات القديمة والتمثيل والعملات المعدنية ده غير قطع أثرية ما تتقدرش بتمن وكان فيه قوة عراقية اتمركزت جوه المتحف أثناء الغزو واستماتت في الدفاع عنه لكن للأسف عددهم ما كانش كبير علشان يقدروا يدفع عن المتحف تفتكروا إيه الحاجة اللي كانت موجودة في المتحف عشان القوة العراقية دي تدفع عنها بالشكل ده وفي الوقت اللي الأسر الرئاسي نفسه ما كانش فيه قوات تحميه وفيه زابط بحري اسمه العقيد مايكل بوكدانس تم تكليفه مع فرقته لحماية المتحف بعد ما كله منظمات حماية الآثار والتاريخ في العالم استغاست عشان حماية آثار العراق ووصفوا اللي حصل إنه مجزرة للتاريخ البشري كله ما يقلش عن حريق مكتبة الإسكندرية أو غرق مكتبة بغداد ومايكل لما نزل بجنوده للمخزن اللي موجود تحت المتحف اكتشف حاجة غريبة جدا اكتشف إنه مش أول حد يوصل لمنطقة المخازن ورغم إنها كانت مقفولة بإحكام وواضح إن كان في حد بيدور على حاجة معينة والحد ده مستحيل يكون لص لإن في قطع أثرية سمينة جدا متسابة زي ما هي أختام إسطوانية ألاف من العملات الذهابية القديمة وبكده اللي نزل المخزن كان عارف هو عايز إيه وبيدور على حاجة محددة مش داخل يسرق إيه هي الحاجة دي اللي كانت موجودة في مخزن المتحف ودافع عنها الجنود باستماتة في عشرينيات القرن التسعتاشر كان في أوروبا إشاعات منتشرة بين المجتمعات السياسية والعلمية إنه تم العثور على قطعة أثرية في العراق من تكنولوجيا قديمة ومتقدمة وسموها بالبوابة النجمية البوابة دي على حسب الأقويل اللي تقلت عنها بتسمح لمستخدميها بالانتقال بين الكواكب والنجوم بسرعة عبور البوابة نفسها من حوالي 200 سنة اتربطت فكرة البوابة دي مع أسطورة الأنانوكي الموجودة في النصوص السومرية اللي بتتكلم عن زوار من الفضاء عبارة عن سكان الكوكب العاشر نيبيرو وده كوكب ذكر في الأساطير البابلية ومعهم 200 فضاء يتمردوا على رؤسائهم وتواصلوا مع الحضارة المبكرة على الأرض وأطلق عليهم اسم نيفليم ودي كائنات اتذكرت في سفر التكوين والاتنين نيبيرو ونيفليم أطلق عليهم اسم الأنوناكي واعتبرهم سكان بلاد الرافدين آلهة والآلهة دي علمتهم علوم متقدمة جدا ربط الأساطير السومرية الأديمة بأصفار العهد الأديم خل عدد كبير من علماء اليوم يقتنعوا بفكرة البوابة النجمية يعني إذا كانت الحضارة دي عندهم زوار من الفضاء من آلاف السنين فليه ما يكونش امتلكوا بوابة يقدروا يرجعوا بيها وقت ما يحبوا وفي أواخر تمانيات القرن العشرين ظهرت القصة مرة تانية على السطح وبدأت تطلع أقويل إن العراق توصلت فعلا لطرق تشغيل البوابة النجمية وإن لو ده حصل هتبقى أول دولة في العالم تتواصل مع قوة محدش عارف قدراتها ممكن تقدم تكنولوجيا متطورة بمراحل للعراق العراق بتمتلك عشر تلاف موقع أثري خمستاشر في المية منها مكتشف والباقي ما تمش استخراجها بصورة رسمية لأن الإمبريالية الأمريكية مسيطرة على المنطقة وفيه آلاف الألواح السومرية اللي لا تقدر بثمن تم تدمرها بأسلحة الجيش الأمريكي ومعبد أورل واحده استلم 400 قصف صاروخي تغير اللي حصل في حرب الخريق سنة 1991 من سر أو نهب مش بس في المواقع الأثرية لكن في المتاحف العراقية زي متحف الموصل وكاركوك وكربلاء والبصرة وفي غزو العراق في 2003 هدوا الباب الرئيسي لمتحف بغداد وسرقوا حوالي 70% من النفائس الأثرية 200 ألف قطعة لا تقدر بتمن ليه كل الاهتمام العسكري الأمريكي بالمنطقة دي دونا عن دول العالم خلينا نرجع لألاف السنين ونلقي نظرة على جغرافية المنطقة دي هللاقي في خريطة ميزوبيتاميا اللي هي خريطة بلاد ما بين النهرين الأديمة هللاقي المدن السومرية الكبيرة مع عبدهم كانت للمراقبة السماوية وكانت دايما مكانة عبادة الآلهة الأنوناكي والأنوناكي ما اختروش منطقة وادي الرافدين بشكل عشوائي لأن خريطة ميزوبيتاميا احتوت على البوابات النجمية ديراندوس في 25 بوابة طاقية في العراق منهم سبعة لهم أهمية حياتية واحدة في بغداد واحدة في مدينة إريدو ودي من أوائل مدن السومرين والمدينة الأولى للأنوناكي ونينفانيبور في قور والأهم البوابة الموجودة في بابل وكلمة بابل جاية من بابلي أو بابلو والكلمة دي في السومرية هي ومعناها بالعربي باب الإله أو شواندا ومعناها قدرة السماوات وكمان معناها الفتحة اللي بتنقل للأحياء وباب بابل هو البوابة الأخيرة اللي استخدمها الأنوناكي عشان يتمكنوا من الانتقال من منطقة للتانية في الكون أو الصفر لأبعاد أخرى فيه كتاب اسمه سر النجوم المظلمة للكاتب أنتون باركس ذكر أن الأنوناكي بيسفروا من خلال البوابات النجمية وبيستخدموا مركبات اسمها جازيرالة ومعناها العجلة المضيئة وكانت بتصدر دوضاء القدماء كانوا بيربطوها بدوضاء الدراجون أو التنين وعشان يقدروا يسفروا لازم يبرمجوا نقطة الوصول يعني تفتح بوابة أخرى في جدار جليدي آخر عشان يقدروا يوصلوا للمكان المقصود في أي أرض في النظام الشمسي أو أبعد وجمعها بتمتلك دوامات الطاقة بصورة طبيعية ومن خلالها في أنفاء بتنقل بسرعة أكبر من سرعة الضوء لأماكن أخرى ممكن تكون في نفس العالم أو في الكون البعيد الكلام ده الذكر في الألواح السومرية زي أولوكمبي في اللوحة الثالثة وبيقول النص اللي آلها جاهزت عرباتها إله الحرب قفز إلى مركبته جميع العربات وبضوضاء شديد اتجه إلى البحر وفي نص مكتوب على قبر توموسيس الثالث بيقول سيسمع صوت في هذه المنطقة بعدها الإله الكبير مر أمامهم مثل ضوضاء سماء طرعد وده كان وصف للمركبات اللي كانت بتمر من البوابات النجمية على فكرة النظريات اللي بتتكلم عن المؤامرة والمخلوقات الفضائية وعلاقتها بالبشر وخصوصا الحضارات الأديمة مش جديدة لكن بترجع لأيام كتاب القرن الماضي واللي نشروه عن أفكارهم عن أسباب عظمة الحضارات الأديمة خصوصا في أرض الرافدين وذكروا أن السبب كان فضائي واعتبروا أن الألواح دي دلالة على وجود علاقة بين سكان بلاد الرافدين في الحضارة الأديمة والمخلوقات الفضائية اللي اتعبدت كآلهة وقتها خصوصا مع زيادة العدد المكتشف من الأدلة زي مجسمات سواريخ ومخلوقات فضائية ضمن أثار الحضارة الرافدية والفرعونية بالإضافة لحضارات قارة أمريكا زي المايا والأزدك ووزير النقل العراقي قازم فنجان أعلن في وقت سابق أن أول المطارات في التاريخ كانت عند الحضارة السومرية وبكده هو أول شخصية عامة عراقية تتكلم عن النظرية دي والنظرية دي تتكلم عنها المسلسل الأمريكي ستار جيت أو البوابة النجمية اللي أنتج وعرض سنة 1997 وكانت أحداثه بتدور عن فريق استكشافي فضائي أمريكي اكتشف بوابة دائرية غريبة الشكل في واحدة من المناطق الأثرية في الشرق الأوسط بتعمل البوابة دي كوسيط نقل آني ومباشر مع بوابات أخرى على كواكب وعوالم بعيدة جدا عن الأرض لا تصلها المركبات الفضائية الحديثة إلا بعد آلاف من السنوات الضوائية وبكده البوابة هي طريق بيختصر المسافة وبينقل الفريق المكون من جنود وعلماء للكواكب والمجتمعات الفضائية لاستكشافها النظرية بتقول أن أقوام الأنوناكي مكانهم خلف الجدار الجليدي الأول كانت بوابات نجمية حقيقية مكنتهم من التنقل بين أراضي خلف الجدار وأرضنا عبر بوابات العراق وبغداد بشكل سحي واندثرت البوابة موقعها مع اندثار الحضارات الأديمة الأمر اللي خلى الولايات المتحدة وبعدها انسحبت منه لما فشلت في إيجادها وطبعا التدخلات الأمريكية المحصورة في العراق وسوريا دونا عن بقية بلاد العالم بتؤكد النظرية لأن لو الاهتمام الأمريكي بالعراق هدف البترول أو النفط أو الموقع الاستراتيجي في دول تانية زي فانزويل لو غيرها بتمتلك مخزون مقارب أو بيزيد عن العراق. كمان نفوذ الولايات المتحدة في أوروبا بالتأكيد هيحد من قوة روسيا ويؤثر عليها لكن في الشرق الأوسط هي بعيدة عن الجانبين هنا أعضاء الكونجرس الأمريكي يقدموا مقترحات للنظر وأحيانا التحقيق في الإدعاءات دي لكن هم في العادة بيتعرضوا للتهديد فبيلتزموا الصند وعلى حسب المؤمنين بالنظرية وأبحثهم في الأساطير الأديمة وكتب العهد الأديم وربطها بالآثار المكتشفة فهم شايفين أن العراق فيها أكتر من ألف بوابة بعدية منها فضائية وسماوية عابرة للسماوات ومنها أرضية وسفلية وخلف الجدران ومنها ببعد زمني ينقلق إلى زمن آخر ومنها مكاني ومنها زماني مكاني ومنها روحي ومنها روحي وجسدي ومنها مائي ومنها معدني وعلشان كده هي أرض منازعات وحروب ده غير حروب باطنية بتقام على أرض العراق بعد ما تفتحت الكتير من البوابات السفلية والبعدية عشان تكون حروب هوجاء بتحرق الأخضر واليابس من خلال مخلوقات من الأبعاد دي اللي منها طايفية وشبحية تقدر بملايين وفي بعض الأحيان بمليارات وده سبب أمراض جسدية ونفسية ملهاش سبب طبعاً أنهلة بنقل وجهة نظر المؤمنين بنظرية البوابات النجمية ومستنية رأيكم وتعليقاتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر